موسيقى 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 السلام عليكم اليوم حابتنا نمد جوابي للخطاب مع ملك المغرب الأقصى حاول فتح الحدود مع الجزائر اولا احنا في القناة نتلقى حوالي خمس تعليقات امويان بتوسط خمس تعليقات في اليوم على مدى على مدى ثلث سنوات يعني حوالي ألف ألف يوم مضربة في خمسة يعني قريت حوالي خمس ألاف تعليق من عند أخواتنا المغاربة مغاربة أراني في أحسن موقع أفضل موقع أفضل موقع لك يعطوك فكرة يعطوك فكرة على الأقل على جزء من الشعب هذا الشعب المغربي نقدر نصرح لكم بدون بدون أن نكون غلط إن الشعب هذو الناس هذوي ميحبوناش ميحبوش الجزائر وعندهم نفاق كبير هذو الناس منافقين تسعين من في المئة التعليقات كلها شتم وتشفي وتهكم على الجزائر والجزائريين تسعين في المئة والعشرة في المئة المتبقية يعني تكلموا بإيجابية يعطوا تعليقات إيجابية عن الجزائر والجزائريين يقول لك في الأخير يقول لك أنا مغريبي يأكد بلي هو مغريبي إذن هو منافق كما هذو اللي بدون التعليقات السلبية إذا شكرك المغريبي لازم يأكد بأنه مغريبي يقدر شيء شكرك بدون ما يأكد أنا مغريبي أنا مغريبي أنا مغريبي من منطقة فلانية أنا مغريبي ونهار يسبك ويشتمك ويتشفى فيك ويتحكى عليك ويتحكم عليك أقول لك أنا جزائري شوف يعني ذلك النفاق يسمي رحوه جزائري نفاق والتلبس وأكبر المنافقين في هذه المملكة في هذه المملكة هو مالكهم مالك المنافقين يعني بعد ما كل جارة ما نتكلموش على الماضي مع التاريخ المالي بالخيانات نهضر غير في الشجرة غير في هذه السنة أولا تطبيع مسألة التطبيع مع إسرائي يعني جابنا العادو إلى الحدود ثانيا قضية تدخل في مشكلة الانفصاليين تعال ماك وثالثا قضية تجسس وذلك القضية تجسس التجسس باش الناس تفهمها ملاح المستهدف منها كان هو الجزائر ما كانش فيرنسا ولا ماكرون وقالك تجسسوا على الماء وحتى المزعم ما قالك تجسسوا على المالك زعمه باش نقوله المالك كان خاطئه من المخزن ما كانش علاقة بالقضية التجسس التجسس هذا العملية تاعت التجسس كانت تستهدف الجزائر وبتقنيات وتكنولوجيا إسرائيلية إذن بعد كل هذا قمة في النفاق يجي يقول كنا يا الشعب واحدون ولازم نفتح صفحة جديدة ولازم نفتح الحدود هذا هو القمة على النفاق هذا منافقه بالعاطي يروح يبلعط مع ولاده يلعب مع دلالي صغار يروح يلعب مع دلالي صغار سياسة بالأفعال سياسة بالأفعال العالمية لا هيا هم مصير الشعب وكان كان يحقم مع الشعب وكان ما يدرش هذه الخطوات الخطيرة متجاه الجزائر تقولوا لماذا قام هذا يعني الخطاب هذا الخطاب هذا داروا داروا الاستهلاك الداخلي خطاب موجه للاستهلاك الداخلي والشعب المغربي داروا يقلوا ناروا خايف عن ملاكيتها إذن كما قلت الاستهلاك هذا الخطاب هذا موجه الاستهلاك الداخلي حبي يظهر عن نفسه والمملكة اللي معاه المخازنة اللي معاه للشعب الجزائر للشعب المغربي لأنهم عندهم نواية جيدة وعندهم توجه توجه الجزائر لأن الآن الشعب في المروق الآن لخر لخر فيهم يحملوه يحملوه يعني السبب الوضعية إنتع الحدود هذه مع الجزائر يحملوه يقولوا له انتهوا السبب سياسة انتعكم هي اللي داتنا لهذه الوضعية لتعامل الحدود المغلوقة هذه إذن باش ما يحملوه المسؤولية يدير خطاب كلام فارغ كلام في كلام على أنه يريد فتح الحدود ويريد يريد حجم لحل لشعوب المنطقة ويرحبه ينروح للعالم كأنه نظام وسالم وهو مملكة عندهم نوايا حسانة تشهل جزائر هادي يرح يلعب معنا هذا عندهم هذا إنسان كما نقول إحنا صغير ما يعرفش السياسة أصلا أو أنه مغلوب على أمره كأن قواء أخرى تتحكم فيه نشوفوا باللي كنشوفون اللي السياسة الخارجية السياسة المملكة في العامين الآخرين دخلوا فيه مع العربية السعودية ضد اليمن بشير بعض بعض النقود وخسروا العلاقة مع إيران بهذا السبب لأنهم تحالفوا مع السعودية ضد الحوتيين في اليمن خسروا مع إيران علاقة ومبعد إيران هي دولة تيروريست كما نقول إحنا إذن خسروا مع إيران ثم خسروا مع الإمارات بعد عادة الأمار تحسنت الشئ للعلاقة ثم خسروا مع موريطانيا خسروا العلاقات مع موريطانيا بسبب القرقارات والتهور انتحهم لأنهم يتهورون في أمور ثم خسروا مع إسبانيا خسروا العلاقة مع إسبانيا وخسروا الكثير مع إسبانيا ثم خسروا مع ألمانيا وبذل ما نتكلم عن الجزائر هذه خسروا إلى الآبد بعد الخطوة الثالثة اللي قاموا بها والذكرتها مآنيفا إذن المملكة المهلاكية هذه هالكت صح أصبحت كما إسرائيل أصبحت دولة منبوذة من كل جيرانيا منبوذة الجار الجنوبي موريطانيا وبوليزاريو كذلك منبوذة من الجزائر منبوذة من الشمال من طرف إسبانيا وحاوسوا يلقوا وعلاقات مع بريطانيا وعبر جبل طارق وعلاقات مع البرتغال لا يكون في العون والآن الجزائر احنا مرناش في ذلك الموقع نشوف يعني كنعود نولي للقضية التجسس احنا والله العظيم أنا بيجيش في خاطر يعني في الجزائريين ولل وخبرات الجزائرية أنت تتجسس على شخصيات في المروك والله مرة نسمعين بهم أصلا شكو نيرا شكو نطالع وشكو نهبط وشكو نرشيد دير والله العظيم نحيل أنا كيفاش نسمع بهم كامل وهذا العيداء أنا وصبحت عيدائي افتجاه المروك عندما شفت التدخلات التعليقات انتحهم في القناة التاعي كنت والله ما كنت نخمم هكذا كانت عندي هذيك النية صحة كان مشاكل الصحة الغربية وكذا وكذا لكن كانت عندي نية باللي الشعوب متقاربة وإحنا إخوان إن شاء الله تتسقم الحالة لكن لا لقيت باللي بكاش منع حالة ما حاش تتسقم لأن الأمور زادت أصبح الآن أصبح علينا إحنا كجزائريين أهون علينا أن ندرس علاقاتنا مع الإسرائيل ونحاول ندير علاقات مع إسرائيل أفضل من أن نديرها مع المروك على الأقل الإسرائيل اليهود أشرفوا منهم اليهود أشرفوا من المروكة مش المراكة الشعب هم الشعب الضاحية المخزن والعياشة وجزء من الشعب المغربي والله اليهود أشرفوا منهم اليهود على الأقل عندهم ما يخونوش خوتهم يهود ما يخونوش خوتهم اليهود واليهود متفهم عندهم دينهم يدافعون عن دينهم وأقبلها من اليهود أن يعادونا وأن نعاديهم بسبب ما يقومون به التجاه الفلسطينيين وبيتقبوا بسبب احتلالهم للقدس نعم كل هذا العلاقة المتوترة والعداوة بين جزائر وإسرائيل هذا أمر عادي وهذه نتيجة لالتزامات أنت على الجزائر التزامت منذ سبعة وستين نهار تم القرار في سبعة وستين هار تم القرار أن تعمل مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وعدم قيام بأي علاقة مع إسرائيل حتى تحل مسألة القدس هذه قرارات تغيذت في سبعة وستين كان بعض الدول تراجعت عن قراراتها أليس طبعا ومقاطعة ومقاطعة نحن 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 نتزام ونحن نتجه نجد القدس قضية الأم منتاع المسلمين وكما قال الله يحمل الشيخ العلامة محمد قال لهم الفلسطين ليش قضية احتلال قضية تصفية استعمار هي قضية اسلامية قبل ان تكون قضية ارض او قضية عربية هي قضية اسلامية قضية عاقيدة اذن بعد ما نولي الحكاية عن الخطاب المالك نشوف بانه سيمو حمد ينسى ولا يتاناسا كل ما فعله والسياسة ليش افعال هو يظن ان السياسة كلام سياسة ليش كلام سياسة افعال افعال وفي الوقت الراهن الدولة الجزائرية نحن ندرسه في القضية على التجسس هذه والخطوات المستقبلية في الوقت اللي احنا في الجزائر سنخمم الى قطع العلاقات مع هذه الدولة اللائمة هم يجوا يقول لك اه صحة احنا خاوة واحنا يجب قطع العلاقات مع هذه الدولة ما عندنا احتى فايدة معه ما عندنا احتى فايدة ما كان احتى حاجة ايجابية نحن حتى نجيبوها استخلصوها من فتح العلاقات مع هذه الدولة ما عندنا احتى فايدة يجيبونا الضعارة ويجيبونا الياهود ويجيبونا الاسبيوناج ويجيبونا المشاكل صرت خاصة خاصة بعد التطبيع مع عصار يعني كل الاسلحة البكتيرية والاسلحة والاسلحة بجميع انواعها تشويش جي على الحدود رأي على الحدود مع الجزائر الآن على الحدود مع الجزائر استغفر الله اذن الوضع اللي وصلنا لها سبابه هو المملكة المخزنية ونقولها بكل بكل موضوعية الجمهورية لا تخاف المملكة والمملكة هي اللي تخاف الجمهورية لم يشهد التاريخ ان الجمهورية اصبحت مملكة معناش مالكة هنا ولا مالكة خارج ولا ولا عنا ملكيين يريدون اسقاط الجمهور الجمهورية لكن العكس صحيح الملكيون يخافون من الجمهوريون لأن فيه جمهوريين يريدون اسقاط الملكية وهو ما على حق والجمهوريين كل المملكات في الدولة العربية على بل نشكون دارا هما نتيجة دارتهم الصحيونية العالمية هي اللي وضعت المملكة في الاردن وفي الامارات وفي السعودية وكنفسها في المغرب كل هذه الممالك وضعتها صحيونية العالمية وهي اللي راحت سير فيها إذن إحنا طريقنا إذا حبينا نمر إلى إلى العالمية أو نتفق مع مع الرأسمال العالمي لا يمر على الريبات ولا كالزابلونغ إذن لن تفتح الحود أبدا لن تفتح كان حدود مغلقة كان أمثلة كثيرة في العالم كما حدود بين الهند وباكستان موجودة الهند تستطيع العيش بدون الباكستان والباكستان تستطيع العيش بدون الهند هناك حدود مغلوقة بين أمريكا والميكسيك كذلك بسبب الهجرة ولا المشكل وما كانش بأنه المثل بين المغرب والجزائر يدل على أنه لا يوجد صديق أو أخ مطلق ما كانش صداقة ولا أخوة مطلقة كما كانش صداقة مطلقة كذلك لا يوجد عداوة مطلقة ما كانش عداوة مطلقة كلها مصالح مصالح ومصالح بين الدول هي التي تصير العلاقات أخوة مصالحة أخوة مصالحة القادمة القادمة إن شاء الله أكتفي به القدر إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر